لاحت في أفق الأزمة الليبية خلال اجتماعات البرلمانيين الليبيين التشاورية التي اختتمت في مدينة طنجة المغربية حالة من التوافق العام بين الفرقاء على انهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات عبر التوافق بعيدا عن المغالبة فضلا عن ترتيب أولويات استحقاقات المرحلة القادمة أجواء التفاؤل التي سادت الاجتماعات أعطت ما وصفها مراقبون جرعة أكسجين سياسية قوية لإحياء وتفعيل دور البرلمان الليبي في الوقت الذي اصطدم فيه ملتقى تونس للحوار السياسي الليبي في جلساته الافتراضية بعقبات حالت دون تجاوز عقدة آلية اختيار من سيثولى المناصب التنفيذية العليا في البلاد البيان الختامي لاجتماعات البرلمانيين أكد على دعم كافة اللقاءات الإيجابية والبناءة التي تستضيفها الدول الشقيقة والصديقة من أجل تقريب وجهات النظر في ليبيا ونص البيان على سبعين نقاط أساسية منها اعتبار مدينة بنغازي المقرة الدستورية لنعقاد مجلس النواب والاتفاق على عقد جلسة التآم مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب كذلك الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التآم مجلس النواب وفي وقت تبدو فيه نقاط التوافق التي توصل إليها البرلمانيون جيدة يتوقع أن ترتفع أسهم الحل السياسي بمواصلة الفرقاء الليبيين المسارات المتوازنة في التفاوض بعقد لقاء جديد لوفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مدينة طنجة المغربية الثلثاء أو الأربعاء المقبل وذلك في سياق جلسات الحوار المستمرة بينهما منذ إليول الماضي لحل الأزمة الليبية المتواصلة منذ تسعة أعوام